نظمت هيئة البحرين للثقافة والأثار زيارة إلى مسجد الخميس الأثري لمجموعة من المشاركين في اجتماع لجنة التراث العالمي الثاني والأربعين الذي تحتضنه البحرين حتى الرابع من الشهر القادم هيئة البحرين للثقافة والأثار هدفت إلى تعريف المشاركين بتاريخ مسجد الخميس كواحد من أقدم المساجد في العالم العربي الذي بني في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز في عام 692 ميلادية والذي انفرد هذا المعلم الإسلامي والتاريخي بما نريته التوأمتين مما جعله لافتا لأنظار العابرين من داخل المملكة وخارجها إلى جانب ذلك كانت هناك زيارة إلى مركز زوار مسجد الخميس الذي يحتوي على العديد من التحف الأثرية التي تم اكتشافها في هذا الموقع ومعلومات حول أهمية مسجد الخميس التاريخية وعين البلاد القديم حرسنا أن تكون الجولات المنظمة للمشاركين تتطرق للحقب المختلفة في البحرين فهناك رحلات للمواقع دلم وطايلوس ونحن الآن في موقع يعود الحقب الإسلامية هي حقب مهمة وتم افتاح فيها مركزا للزوار لاستقطاب مثل هذه الوفود والزوار والحمد لله على الرقم من الأجواء الصعبة هناك إقبال كبير من الجمهور وكذلك ما استدعى هيئة البحرين الثقافة والآثار إلى زيادة عدد الزيارات الميدانية نظرا لإقبال كبير من الجماهير والمشاركين كذلك في المؤتمر من المفود المختلفة وأبدأ ولله الحمد إعجابهم بما رأوه من تمكين هذه المواقع الأثرية والتراثية من استقطاب الزوار بآخر ما توصلت إليه السبل الدولية في صيانة وحماية الموروث الثقافي كان من الضروري أن نأتي بزوارنا وضيوفنا في المؤتمر أو في الاجتماع لزيارة هذا الموقع عرفناهم بتاريخ الموقع بكل الفترات التاريخية التي مرت به بمكوناتها الأثرية عرفناهم بكل المكتشفات والمقتنيات الأثرية التي اكتشفت في الموقع وفي المنطقة والمعروضة في هذا المتحف الصغير بس الجميل والغني بمعلوماته ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة